رأيك أستان؟ أنا رأيي في المقارنة دعني أقارن ونصل إلى رأيي مع المشاهدين الكرام يعني البيان الأول السعودي كان يتحدث عن أن السعودية تلتزم برئاسة الرئيس عبد الرب منصور هادي وحكومته ووحدة وسلامة راضي اليمن في هذا البيان يتحدث أن الدولتان تستعمان الحكومة الشرعية على الحفاظ على مقاومات الدولة اليمنية فقط دون أي تفاصيل أخرى المقاومات تعني المؤسسات؟ لماذا لم تذكر الوحدة؟ هذا إرضاء للإمارات التي تتحدث دائما أدواتها أن لا يوجد يمن موحد بعد اليوم هذه نقطة نقطة ثانية البيان السعودي الأول كان يتحدث عن ضرورة الانسحاب من المؤسسات الرسمية التي قام الانتقال باحتلالها وهذا البيان لم يتحدث عن ذلك مطلقا يتحدث فقط عن وقف ربما اللغة التي تقول دعم الحكومة للحفاظ على مقاومات الدولة يتعني المؤسسات ذمنا لا كان هناك شرط لا حوار قبل الانسحاب هنا لا يوجد لهذا الأمر ذكر إطلاقا بل حديث لا علينا أن لا نحدث اشتباكات عسكرية تثبيت أمر واقع لنقول هنا الخشية أن هناك رغبة لشرعنة ما جرى من قبل الانتقال وأن الإمارات وضعت فيتو الآن ما جرى في عدن لا بد أن يبقى يبقى ونتقاسم الجنوب أنتم في السعودية تحمون الشرعية في شبوة وحضرموت ونحن موجودين مع الانتقال في عدن هكذا تقرأ الأمور لأنه أصاسا منذ بداية عصفة الحزم وهناك تقاسم للجنوب الإمارات دائما موجودة في عدن ودائما هي من تمنع الحكومة من التواجد في عدن وتمنع رئيس الجمهورية من الوصول إلى عدن والشرعية تستطيع أن تنجي أن تقيم هي أيضا كانت موجودة في شبوة كانت موجودة في المكلة للسعودية تواقدت فقط في سيئون نعم أنا أقصد أنه شبوة وسيئون وخرجت من الإمارات أخرجت من الإمارات وبقيت السعودية بالإضافة إلى مأرب فكان هناك مناطق للسعودية ومناطق للإمارات هذا البيان يعزز هذا الأمر وأن علينا أن نتباحث ويعطي عبد الرب منصر هادي شرعية لتواجد الانتقال بأي صيغان يكون وزراء أو نحو ذلك أعتقد أن هذا أمر خطر يعني البيان مؤشر خطر وليس مؤشر ربما الضغط على الإمارات لتتنازل عمليا يعني حقيقة هذا هذا يعني ينهي الشرعية اليمنية إن قبلت الشرعية فعلا بالحوار مع المجلس الانتقالي وهو يسيطر على العاصمة بهذه الطريقة فإنه يشرع لأي قوة مسلحة تحتل مدينة أخرى من اليمن وتقول هيا حاوروني وأنا أكون جزءا من الشرعية يعني أي منطق هذا عبث بالدولة اليمنية نحن في احتحالف من أجل إنهاء انقلاب الحوثي لا إحداث انقلاب جديد في عدن وغيرها من المناطق نعم إذن البيان أنت كما تكرهه مؤشر خطر يعتبره يتراجع كثيرا عن لغة البيان السعودي المفرد نعم